اشتركوا في القناة القديم ضحية الشر العنيد المصر الممتد ليدفعوا عن عدوهم الأول والأكبر عن إبليس بمثل وبما لم يدفع به عن نفسه أصلا وكأن المحاكمة قابلة للاستئناف على أنها لا تقبل الاستئناف لأن اللعنة حاقت به إلى يوم الدين إذن كلمة الفصل قد صدرت ولا استئناف ولا مراجعة ولا إعادة نظر في القضية وحيثيات الحكم ومن أسف نجد أن هؤلاء الذين استزلهم وأضلهم إبليس واستهواهم يتوزعون على الأمم الموحدة إنجاز التعبير على اختلافها فقد حكى الإمام عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الأشهر الملل والنحل على ما أذكر في المقدمة الثالثة من كتابه التي كسرها وخصصها لبحث أول شبهة نشأت في الخليقة أول شبهة نشأت في الخليقة ومصدرها ومظهرها وأيضا تجليات ولوازم عقابيل وتوالي هذه الشبهة حيث ذهب الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى يبين ويشرح ويوضح ويوضح أنه ما من ضلالة وما من بدعة في الدين إلا وهي بشكل أو بآخر متفرعة من إحدى هذه الشبهات المتفرعة بدورها من الشبهة الأولى التي نشأت في الخليقة وهي شبهة رد الوحي أي الاستكبار على أمر الله ونهي رد الوحي رد نصوص الوحي بمحض الرأي والهوى وهذا أفسد الاعتبار هذا أفسد الاعتبار ما يعرفه علماء أصول الفقه بفاسد الاعتبار من رد نصا من نصوص الوحي لا يقبل التأويل بوجه من الوجوه المعتورة بمحض رأيه وتشهيه وميله النفساني وهواه فهو يرتكب فساد اعتبار في أجل صوره ولذلك قيل إن إبليس هو سلف كل فاسدي الاعتبار في أقيستهم المختلفة ومن رد الشرع الواضح المبين الذي لا يقبل التأويل بمحض رأيه ومشتهياته وأمياله فإنما هو خلف لذلك السلف اللعين إنه هو خلف لإبليس وسلفوه في هذا ليس آدم وليس أحد من النبيين وإنما وليس أحداً عفواً من النبيين وإنما سلفوه إبليس لعن الله عليه متتابع فذكر الشهر الثاني أن هذه الشبهة أول شبهة نشأت في الخليقة وذكر أن شراح الأناجيل وسمها بأسمائها أربعتها إنجيل متى ومرقص ويوحنى ولوقا قال شراح الأناجيل أوردوا هذه الشبهات الإبليسية كانت أول شبهة أن قال إبليس في محاورة متخيلة لكن من قولها كذا لدى هؤلاء الشراح بينه وبين الملائكة عليه السلام أن قال أنا كنت عبداً طائعاً لله خاضعاً لجباروته مستسلماً لسلطانه وأمره محباً له دائياً له بالربوبية والإلهية إلى أن شاء تبارك وتعالى أن يتغير هذا الأمر وهذا الحال ثم جعل اللعين يورد على حكمة الله وإرادته شبهاته السبع هي سبع شبهات أولها أن الله تبارك وتعالى يعلم أزلاً فلا بداية لعلمه ما سيصير إليه أمري وشأني وحالي فلم خلقني وعرضني للعذاب والفتنة هو يعلم في الأزل أنه حين يخلقني أو إذا خلقني ثم يبتليني بهذا الإبتلاء الكبير حيث أمرني أن أسجد لمخلوقي أنا أرى أنني أرفع منه وأنبل منه عنصراً عنصراً وأشرف منه عرقاً ومحتداً سأتأبّ أنا سأتأبّ فلما حرّضني لهذه الفتنة لما خلقني أصلاً هذه أول شبهة هذه أول شبهة وإذ خلقني أشبهة الثانية الثانية السبع أشبهات وإذ خلقني كلفني بمعرفته وبطاعته ما الحكم في هذا أن يطلب مني أن أعرفه وأن أطيعه وهو غني عن معرفتي إياه وعن طاعتي له يدلس اللعين يدافع النفسية فلسف قال وإذ خلقني وكلفني بمعرفته وطاعتي وفعلت عرفته وأطعته وعبدته وأحببته فلما يكلفني بعد ذلك ويبتليني بأن أسجد لهذا المخلوق الفخاري الطيني وطبعا كما في شبهة الأولى يعلم أنني لن أفعل لما أنا أطيع هو لكن أطيع إيه آدم وفي الحقيقة أطع ليست لآدم أطع لله في أمرك بأن تسجد لآدم يدلس اللعين وإذ قد فعلت فلم أستجب لأمره واستكبرت واستكبرت فلما لعنني وطردني من رحمته آدم لم يلعن ولم يطرد من رحمته وقد عصى وقد عصيت لما أنا لعنني وحاقت بياللعنة وسوء المصير والمآب والعياذ بالله تبارك وتعالى وإذ قد حصل كل ما ذكر فلما طرقني إلى آدم لما جعل لي طريقا إلى آدم بحيث سمح لي أن أعود إلى الجنة لأزل وأغوي هذا العبد الفخاري هذا الخلق الجديد المنكر لدي لم أطرقني إلى آدم لم أطرقني إلى آدم وإذ قد فعل وطرقني إلى آدم وطرقني جعل لي طريقا لإغوائي آدم وقد كان مقتضى الحكمة أن ينجي آدم وأولاده مني لم يفعل أيضا ودخل آدم أولاده في المحنة صرنا جميعا ممتحنين مبتلين مكروثين أين الحكمة في هذا يتساءل دائما بلم لما 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 وإذ قد فعل أي كل ما ذكر فلما أمهلني إذ استمهلت ومقتضى الحكمة ألا يمهلني لكي يخلص آدم وبنيه مني ومن شري لما أمهلني يقول الشهر الثاني بحسب ما ورد في شروح الأناجيل أن الله تبارك وتعالى وجل وعز أوحى الملائكة أنقول لهذا اللعين هذا السفصطائي المتفلسف الآيس من رحمتي لم تصدق في دعواك أنك عرفتني وأحببتني وخضعتني وأطعتني كذاب هذه الدعوة منك ولو صدقت فيها ولو صدقت فيها ما احتججت واحتكمت علي بلمة لا يقال في وجه الله لمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون من كان له مثل علم الله الكل المطلق المحيط وأيضا زائد ومثل قدرة الله المطلقة من كل قيد المحيط لا إله إلا هو له أن يحتكم على الله بإزاء الله في قبال الله بلمة أما من لم يتوفر على مثل هذا العلم ومثل تلك القدرة فمن أين له أن يحتكم على الله بلمة هذا لا يحصل وهذه حماقة هذا كل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر